أهم الأدوار للأب على فكرة مع أولاده نقل المفاهيم المفاهيم الخلقية والاجتماعية والبيئية والتعليمية يعني أنا ما ينفعش مثلاً الموبايل يرين فقول للمدام رودي يقول له نايم أو في الحمام أو خرج يجيب حاجة وأنا موجود ابني حيطلع العمر كله كداب طبعاً لو بيقلدك هو مرايتك تأسيس الشخصية بجي له مفاهيم قيامية الأمانة الصدق الجسارة الإقدام الإحتواء وبعين هناك ما يوسمى بالتعلم بس أنا لازم يكون أنا كزوج وأب عندي قيم دي المشكلة إنه مش بكلم على الراجل في حد زيته بس المشكلة إنه إحنا كأشخاص بقى ساعات نفتقد للقيم دي حتى الأمهات فأنت ساعات ما بتقدرش حتى توصل لأولادك الكلام دي لأن أنت مش عايش وهو مش من مكونات شخصيتك فدي مشكلة كبيرة جداً طبعاً تاخد الشيء اللي يعطيه بزبط طبعاً إنه فيه حاجة اسمها التعلم بالمشاهدة بزبط دي حيطة مهم قوي الأب بيديها الواد حيطلع إزاي يحترم المرأة ملم يعني مفهوم احترامه للمرأة بقى في الدراسة وفي العمل وفي الشارع وفي كل حتة ملم يكون بيشوف أبوه بيحترم أمه إزاي صح حتة مهمة قوي الأب بعليه دور الولد لما يواجه مشكلات جسام في حياته عايحلها إزاي ملم يكون بيشوف أبوه طريقة حول المشاكل عاملة إزاي لمت الصفرة دي مش رفاهية مؤثرة في تكويننا يا فندم مش مجرد وجبة يعني أنا شخصيا ساعات ببقى متغدي بره إنها بقى حريصة نقعد وعمل نفسي باكل وبسائل أو حتى لا بس هو أنا عايز أقول لهم اللما الحلو علاقة الوجه للوجه سلوك الأنسانة على أقل بالليل لأنه أو على أقل فترة 8-9 بالليل قبل نوم الأولاد لأنه إحنا الرجالة بصراحة بقى قوي رجالهم متأخر قوي من شغلهم من حملهمش في قطائتهم رجالة فيه ناس بتخش من بيتها 7 أو 7 ونص عشان بتطلع من شغلها متأخر فعلى أقل وجبة العشاء قبل ما الأولاد يناموا نبقى مع بعض قاعدين على الترابيه زياني